كمّل السؤال بتقول عندي صداع على طول وأنيميا والأنيميا عندي 11 يريد تراجعي حلقة الصداع العنوقي اللي كان بييجي من الفقرات العنوقية فده هنعمل له حجامة وحجامة على يفوخ وعلى فقرات الرأبة وبناخد بعض العشاب المهدئة لذلك أخونا هشام من أسوان بيقول الضاهر تعبني عمل أشعة رانين طلع أنزلها غضروفي الدكتور الدالو دوا ومرها مواوة بس لازال الوجع موجود هتعمل حجامة ولو وزنك زيادة لازم يقل وإمنع الشيل والزق والشد بلاش تاخد مسكنات جامدة ليه المسكن هيغطي على الآلم ويخليك تتحرك فتزود الغضروف لا قد حاجات خفيفة حكم المضطر وأنصحك تاخد الجل والكريم الموجودين عندنا هتدهن الجل صباحا والكريم مساء مع جلسات علاج طبيعي بسيطة استخدام قربة مياه دافية بس ما حطش القربة وهي سخنة على الجلد لازم أحط فوطة قطن ما بين الجلد والضاء أخونا أختنا ممو محمد من الشرقية بتقول عندي شاكوى في الكليتين عملت أشعة لقوا كيس مائي على كليا وكليا أخرى لسه بتكون والدكتور قالها نسحابه بس بيرجع تاني لأ احنا أفروض نمشي بنظام غذائي جيد نمنع اللحوم الحمراء نمنع السكريات والحلويات نعمل علاقة طبيعية عن طريق الحجامة على الكليتين وناخد مغلي ورق البشمالة بنغلي ثلاث ورقات في اتنين لتر مية نشرب كباب الصبح وكباب الليل الناس تقول نجيب منين ورق البشمالة مش من عمد العطار أقول لهم مشاتل شجر الفكهة مشاتل شجر الفكهة